كان ضيفي هنا من أظن من سنة أو أقل من سنة يعني وتحدثنا عن كثير من الأمور وكان له دور مؤثر كبير في مباراة الدور الأول أمام نادي الزمالك الموسم الماضي وسجل هدف رائع جداً بدور برأسية المباراة الأخيرة كمان أمام نادي الزمالك عمل مباراة كبيرة جداً اسم بدأ يتم تداوله في سوق الانتقالات اسم بدأ الناس تتحدث عنه ما بين الأهل والزمالك وأيضاً منتخب مصر كان معايا هي نظيف وقال إنه حلمه كمان أكبر وأكبر وحلمه يلعب في الام مدريد وحقه يعني أي لعب من حقه يحلم يعني هنيني نتكلم عن الام مدريد بعد شوية يعني عشان الام مدريد لعمل حاجة حلوة أول نهر معايا عبر الهاتف الآن الكابتن أحمد كلوشا مدافع نادي أمبي يا كابتن أحمد منور الدنيا بهنيك على انتصار الأمس والفوز الغالي جداً على نادي الزمالك مرة أخرى يعني حبيب يا كابتن كريم حبيب أن أنا أشهر حضرتك من خلال المقدمة الجميلة دي طبعاً كان وشها خير علي الحلقة بتاعت حضرتك وإن شاء الله يبقى فيه مزيد من الحاجات الحلوة إن شاء الله الأيام اللي جاية انت ماشاء الله عليك عندك ثبات رائع جداً في المستوى من الموسم الماضي وانت واحد كنت من نجوم أمبي اللي أنه الموسم الماضي بشكل رائع جداً الموسم ده كمان عندك ثبات رائع في المستوى قولي الأول قبل ما نتكلم على تفاصلك أنت الشخصية مباراة الزمالك أمس كانت مباراة بالتأكيد صعبة جداً إزاي قدرتوا تخرجوا بالثلاث نقاط؟ طبعاً مباراة الزمالك ومباراة الآلو بتبقى لها حتابات خاصة ولها تركيز طبعاً خاص بتبقى متحضر لها طبعاً بتوعي التحضر لها وقت طويل وزاكر مرة واثنين وتلاتة واربعة عشان التفاصيل الزغيرة اللي ممكن تفرق في المتش في حاجات كتير يعني حاجات زغيرة التفاصيل الزغيرة دي هي اللي بتفرق في المتشات الكبيرة دي بالزاد احنا طبعاً اشتغلنا طول الأسبوع كابتن تامر مصطفى طبعاً اشتغل معنا طول الأسبوع عن فريد الزمالك احنا لازم نخلي بالنا ان هم في الحتة اللي قدام هم طبعاً على طول بيلعبوا ثلاثة اثنين والخمسة اللي قدام بيعندهم الروتشن عالي اللي هو بالزاد في لعب واحد بس ما بيغيرش مكانه كتير اللي هو مصطفى شلبي على طول فتح الخطوط وبيفضل واقف إنما كابتن شيكابالا طبعاً وزيزو وأوباما وعمر جابر وبيفضلوا يعملوا الروتشن كتير فما تعرفش انت مين بيلعب ترود مين بيلعب غاف مين بينزل مين فكنا احنا مذاكرين ده كله فقدرنا الحمد لله طبعاً ان احنا افنا على قد ما نقدر وعملنا البغط اللي هو بتاعنا والوقفة بتاعتنا اللي هي كابتن تامر الزوم بتاعنا اللي احنا وقفنا صح وربنا كرمنا ان احنا قدرنا نطلع بالماتش بالمكسة بالحمد لله طبعاً رياحك انبه يعني مثلاً قسوريو بعد المباراة قال نغلط ان انا ملقبتش بمهاجم صريح في المباراة دي رياحك انت كمدافع او خط الدفاع انه مكنش في مهاجم صريح لنازل الزمالك في مباراة امس اه طبعاً كثير جداً طبعاً اه لان احنا احنا كمان من طبعينا مع كابتن تامر بنلعب على على البوزيشن وبنلعب اللي هو يعني مثلاً ايه الفيروت حتى لو واقف معايا لو نزل ما بنزلش وراه فاهم احنا بنلعب الخمسة اللي بنلعب وراه بنلعب اللي هو انت مين يعمل من يروح من يجي انت ملكش دعوة انت ليك في المكان اللي انت واقف فيه ده اي حد يجري يشتغل يبقى انت معاه صحيح فان فانت برضو ان انت ما تلعبش بمهاجم صريح طبعاً دي رياحتنا كتير جداً حتى يعني مصطفى شرابي لما كان بيضم ويعمل الكروسات ما فيش برضو الفيروت اللي هو اللي هو يحسك بالخطورة صحيح 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 فريت معاكو كتير اوي اه مباراة بسرعة طيب انت قلت ليه اول جملة قلتها كان معي احد مدربين يعني المدربين الكبار يعني قال لي المشكلة في اللعب المصري عموماً في كل الفرق يعني انه يجي قدام الاهلي والزمالك يطلع كل طاقته يذكر كويس يركز كويس لكن يجي بعدها مباراة ممكن تبقى اسهل بكتير ما يكونش بنفس التركيز وبنفس المستوى الكلام ده كابتر احمد موجود شايفه بيحصل بين اللعبين في الدولة المصري شايف اتكلم على انبي بشكل عام يعني او بشكل خاص عفو من من وجهة نظري ان انا اللعيب اللعيب اللي هو اللعب اللي بيلعب في الدولة المصري اللي هو بيبقى محترف ما ينفعش انه هو يفكر بالتفكير ده هو اه طبعا انت بتركز كل ماتش طبعا لازم تركز كل ماتش مثلا اه في ماتش الالوز زمالك ما كذبش عليك لازم ان انت برضو يبقى تركيزك اعلى شوية من الماتشات الباقية ده اكيد بس ان انت تحط نفسك اه هدف ان انت تيجي ماتش الزمالك بس اظهر بمستوى كويس والماتشاط الباقية ما بقاش بالمستوى كويس لا اذكر دلوقتي في العالم كله حتى في فرقة في الدور المصري بقت مختلفة في الموضوع ده الاركام والاحتويات للحاجات دي بقت تفرق في لعبة كتير تفرق في حاجات كتير جدا ان انت ما انا مثلا انا عايز كابتن كريم دلوقتي صح فكابتن كريم ده عشان اخده ما انا بشوف اركامه كل المانشيات ايه مش هاجي مش هاجي هشوفه مثلا ايه في ما طش الاهلي مع انا عارف ان هو كان انا اقول لك على حاجة مسلا يكون المدير الفني بيفكر puls combining لا معنا مش هتفرج عليه في ما طش اهلي بيت فصل اهلي وزمالك ابرامل هتفرج عليه في ما طش مثلا انبي والداخلية امبي والمصري امبي والاتحاد صح ما انا عارف ان هو هيبقى مركز. آه. لأ انت انت بقى تذكيرك وعفريتك اللي انت عايز توصل لمكان بعيد. في المانشيات الباقي يعملي ازاي? صح عندك حق مليون في الماء طيب